اهلا بكم اعلنت لجنة الانتخابات المركزية الاوكرانية نتائجا نهائية للجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية وذلك بعد فرز مئة في المئة من الاصوات ووفقا لنتائج الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية فقد تصدر ولديمير زيلنسكي قائمة المرشحين بحصوله على 30.24% وحل الرئيس الحالي بيترو بارشينكو في المرتبة الثانية بنسبة 15.95% فيما جاءت يولا تيماشينكا في المرتبة الثالثة برصيد 13% من اصوات الناخبين ودخل قائمة الخمس الاوائل كل من يوري بويكو واناطول هريتسينكو وافادت لجنة الانتخابات المركزية بان الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية والتي ستقام في 21 ميسان أبريل الجاري ستكون بين الورشحين الرئاسيين ولديمير زيلنسكي وبيترو بارشينكو